ازايك يا صديقي؟ هو يا طرق ليه الناس فرحانة ان اسبانيا كذبت بطولة امم اوروبا بكل بساطة لان الناس بتحب الكرة السهلة او بتحب الحاجة البسيطة الممتعة اللي هي بقل حاجة بتوصلك للجون يعني التيكي تاكا يعني على طول كده كرة التانية التالتة تلاقي نفسها قدام الجون عشان كده الناس حبت الجيل بتاع بيبيت ولماريو انا بكلم بقى الناس القديمة شوية اللي هو جيل 94 جيل البرازيل العظيم جدا عشان كده الناس حبت ارجنتين 98 عشان كده الناس برضو حبت هولندا اللي فيها بير كامب او اللي كان فيها فان باستن اللي هو الجيل العظيم اللي تسمى بالطحونة الهولندية عشان كده برضو الناس حبت ارجنتين ميسي عشان كده برضو الناس حبت فريت البرازيل اللي هي كان فيها رونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكان جيل فوق الخيال يعني الناس بتحب الحاجة السهلة الممتعة السهلة الممتنعة يعني الحاجة اللي هي يعني بابسط الامكانيات بتخليك كده تستمتع وتتكيف وتحس أنت أعلى حاجة عندك أنت ممكن موضوع ده كمان تستغله في حياتك الشخصية لو أنت طالب داخل على السنوية العامة يعني بص المادة اللي أنت بتتعامل معها زي التي كتاكها كده في الكرة اللي خدوهات اللي هي فيها السهل الممتنع اللي هي مهما تقعد فيها وإنت بتذاكر أنت مستمتع مش عايي استسابها اللي هي لما تكون مخنوط لاي نفسك جاري عليها وقعد فتح الكتاب وعايي استذاكرها مرة واثنين وعاشون عن تزاش منها يوم ما تلاقي المادة دي اختر البرانش بتاعها وتوكل على الله سوابها المعلوم علم رياضة أدبي كانت تخصص اللي أنت هتختاره وقت ما تلاقي نفسك مستمتع زي ما أسبانيا كده بتمتع الناس بالكرة وقت ما تلاقي بقى نفسك مستمتع بالمادة اللي أنت بتذكرها نفس اللي استمتعها توكل على الله يا معلم وخش ودوس في المادة دي هتلاقي نفسك يعني بتستمتع وفي نفس الوقت عايش بقى فكرة التفكير برا الصندوق زي ما بتحب تشوف اللعيبة اللي بتفكر برا الصندوق زي ميسي ولمين يمال ومش عارف ومرادونة وكل اللعيبة اللي بتحب تفكر برا الصندوق دي وتجيب حلول ما خطرتش على بال حد هتلاقي نفسك في تخصصك بقيت كده لأي أنت دي المادة اللي بتستمتع بيها دي المادة اللي فيها بينك وبنك تيكتها كده يوم ما تلاقي ده يا معلم توكل على الله عايز أقول لك حاجة كمان أن أسبانيا من الدول الأوليلة جدا أنا حبيت أقول لك على فالآخر السلام يا صاحب